عندما ننشي حساب AdSense نكتب الاسم والعنوان ونختار البلد ونكتب المعلومات الأخرى لنفترض بعد مرور فترة معينة مريد التعديل على البيانات أو تغيير بعض المعلومات في الحساب هل يمكننا تغيير المعلومات؟ نعم يسمح لنا AdSense بتعديل أو تغيير المعلومات لكن يوجد بيانات ما استطيع تعديلها وبيانات لا يمكننا تغييرها لكن نحتاج أولا لمعرفة متى يترتب علينا تعديل البيانات يوجد أكثر من سبب لتعديل البيانات لكن من أكثر الأسباب التي نحتاج فيها أن نعدل البيانات هي مرحلة البيان كود عندما تضيف عنوانك في AdSense وبعد تحقيق الربح وتطلب البيان كود ولا يصلك إلى عنوانك وأيضا تطلبه أربع مرات ولا يصل هنا AdSense يسمح لك بسبب صحة عنوانك بالبطاقة الشخصية يعني بعد أن تطلب البيان كود أربع مرات أو بعض الأحيان خمس مرات ولا يصل إلى العنوان يمكنك أن ترسل البطاقة الشخصية لAdSense بديء إلى البيان كود لأنك طلبته أربع مرات ولم يصل إلى البريد أو العنوان فترسل البطاقة الشخصية أو الإقامة لAdSense ويتفع على الحساب ويصبح جاهز لإستلاوة الأربح لكن عندما نرسل البطاقة الشخصية أو الإقامة يجب أن يكون العنوان في AdSense مطابق للبطاقة الشخصية فإن كان العنوان مختلف يجب أن تقوم بتعديله ليكون مطابق للبطاقة الشخصية أو المستند حتى يقبل في إثبات العنوان وفي الأيام القادمة إن شاء الله عندما نصل إلى مرحلة إثبات صحة العنوان بالبطاقة الشخصية سنتحدث عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي وسأضع لك في الوصف رابط لقائم التشغيل لتفهم موضوع البين كود بشكل مفصل لننتقل الآن إلى AdSense لنتعرف كيف نقوم بتعديل البيانات نفتح حساب AdSense نضغط على الخطوط في الأعلى وننتقل إلى الدفعات ونضغط على معلومات الدفع ننزل للأسفل ونضغط على إدارة الإعدادات أيضاً ننزل للأسفل لنبدأ أولاً من البلد بمجرد إن تم إنشاء حساب AdSense في بلد معين لا يمكنك أن تقوم بنقل هذا الحساب إلى بلد آخر أو تقوم بتغيير البلد وإذا حاولت أن تضغط على كلمة البلد أو المنطقة لتعديلها لا يمكنك التعديل يقول أن AdSense تغيير بلد الدفع بلد الدفع يعني البلد في حساب AdSense للأسف يتعذر تغيير بلد عنوان الدفع في AdSense وفي حال انتقالك إلى بلد أو أقليم جديد عليك ألغاء حسابك الحالي على AdSense وإنشاء حساب جديد يعني البلد في AdSense لا يتغير ولنفترض أنت مقيم في بلد معين وتريد أن تنتقل وتسافر إلى بلد جديد تنشئ حساب جديد بأذل بلد وتربطه بالقناة لأن اليوتيوب يسمح بتغيير حساب AdSense المرتبط بالقناة أما تغيير البلد في حساب AdSense لا يمكننا تغييرها نوع الحساب أيضا لا يتغير يعني نحن عندما ننشئ الحساب نختاره إما فردي يعني لقناة اليوتيوب أو للمدونة أو تجاري يكون مثلا للشركات فلا يمكننا تغيير نوع الحساب من تجاري إلى فردي أو من فردي إلى تجاري لنتحدث أولا عن الاسم يمكننا تغيير الاسم ولا يمكننا تغييره ما القصد من هذا الكلام؟ يمكنك تغيير الاسم طالما لم تقوم بإثبات الهوية في حساب AdSense ولا يمكنك تغيير الاسم بعد إثبات الهوية بمعنى بعد قبول القناة في المراجعة ويتفاعل الربح على القناة بعد فترة معينة حوالي شهر أو شعرين يطلب منك AdSense إثبات هوية ليتأكد من صحة المعلومات التي كتبتها في AdSense عند إنشاء الحساب نرسل صورة البطاقة الشخصية أو الإقامة ويكون موجود عليها الاسم والعنوان ويتم إثبات الهوية فلذلك في الفترة قبل أن يطلب منك إثبات هوية تستطيع تغيير الاسم وبمدرد إن طلب منك إثبات هوية وتم الإثبات لا يمكنك تغيير الاسم وبالنسبة لحسابي قمنا سابقا بإثبات الهوية لذلك لا نستطيع تغيير الاسم يقول أن AdSense لا يمكنك تغيير اسم الملف الشخص للدفع إذا سبق لك إثبات هويتك فهذا بالنسبة للاسم أما بالنسبة للعنوان يمكنك تعديل أي شيء تريده في العنوان سطر العنوان الأول سطر العنوان الثاني الرمز البريدي أي شيء تريده في العنوان تستطيع تعديله فيمكننا التعديل على جميع البيانات في العنوان لكن يجب أن تعلم أنه في بعض الأحيان إن تم أي تعديل على البيانات في حساب AdSense يتم تعليق الحساب ليس كل الحسابات وإنما بعض الحسابات وفي الفترة الأخيرة أصبح تعليق حساب AdSense مشكلة حل لا يطول لذلك من البداية من بداية إنشاء الحساب قم بكذابة المعلومات الصحيحة وبشكل دقيق بحيث أنك لا تحتاج مع مرور الوقت إلى تعديل أي بيانات في حساب AdSense فعرفنا الآن كيف نعدل بيانات الحساب وبأي البيانات التي يمكننا تعديلها والبيانات التي لا نستطيع تعديلها والآن وصلنا لنهاية الفيديو شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة